البيان يأتينا هنا الرواية ينقلها السيد هاشم البحراني من تفسير شيخنا العياش رحمة الله عليه والحديث ينقله عبد الله ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق أقتطف منه موطن الحاجة لضيق الوقت ولكثرة المطالب التي أود أن أشير إليها الإمام يقول أما تسمعوا لقول الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله هذا هو قرآن محمد وآل محمد وهذا هو تفسير محمد وآل محمد فحكموا وجدانكم هل هناك من تفسير أجمل وأرق وأكثر بيانا من هذا التفسير ومن هذه الدقة ومن هذا العمق تفسير ينساب إلى القلوب سيابا ينساب مع الفطرة سيابا يدخل إلى العقل هكذا من دون استئذام يقتحم العقل اقتحاما أما تسمع لقول الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام عادل من الله قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت لاحظوا المقطع الأول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور هم مؤمنون ما هي ظلماتهم الكلام يقول يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لماذا؟ لولايتهم كل إمام عادل من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال قلت أليس الله عنا بها الكفار حين قال والذين كفروا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت قال فقال الإمام وأي نور للكافر وهو كافر سؤال في غاية الدقة وفي غاية النباهة والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات السائل يسأل يقول أليس الله عنا بها الكفار حين قال والذين كفروا الإمام يقول وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات يعني الكافر وهو كافر كان في نور وأخرج إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت الطاغوت عنوان واضح تعرفونه الطاغوت عنوان أعداء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فقال وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات إنما عن الله بهذا أنهم هؤلاء أولياء الطاغوت كانوا على نور الإسلام عندهم شيء من الإيمان بمحمد بالقرآن بالله إنما عن الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألا يدل هذا على أن القرآن قرآنهم وأن التفسير تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية لوحدها لو أن الإنسان وقف عندها لكانت سببا لهدايته فقط هذه الآية قف عند هذه الآية وتدبر في معناها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات إنما عن الله بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر يعني الطاغوت ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر ترجمة نانسي قنقر